السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات أود المغرب أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا واحد السيد كان عيش وساكن في واحد الفيلاج باسم دياله عبدالقادر في عمر 35 عام ومزوج بوحد الملاق اسمه حيات عبدالقادر وحياة أولاد العم يعني حياة كتجيه بنت عمه عبدالقادر باقين والديه عايشين بينما حياة والديها ماتوا عبدالقادر والديه عايشين ولكن هو الإب الوحيد اللي عندهم عنده لا أخ لا أخت مزيين هذا الأب ديال عبدالقادر يعني كان رجل شوية لباس ليه مش بحل أخوه اللي هو الأب ديال لذاك حياة الزوري دي عبدالقادر كان شوية لباس لي عنده أعراضي وعنده مسائل دياله شو دار ليه أعطاه أحد قدر على الفلوس أقل باعة أرضية وعطاه أحد باركت على الفلوس وقل له بطل المدينة أخذ محلات وأخذهم فيهم هذا شو دار العبدالقادر مثل المدينة وشوة واحد مجازة كبيرة ودار هذه البيعات المعنطة والمدينة وغيرا لا تشدو حوايج وكامل لا يوجد بلصف قصرية لا ينسب بسيط مدينة لأن المدينة لم يكن لأدف الفلاش وكيف يجد هذا ما هو واقع والدقاء العمو لديه المخلوق كانت أخوة سماعيل يقول لفقه يقول للفقه لأنه كان يصلي بالناس في الجامعة هذا أخوه كان متعاونين كان الفقه عنده واحد دار في واحد الأرض بينما أخوه الآخر هذا إسماعيل عنده واحد القهوة قهوة مطعم يعني كيف أطرفان الناس وعبيرها شماية يأتيون مع القضية وفي العشية يأتيون من إياه وكيف يأتيون شماية كان ليس فد السماعيل عنده أخذه بالفقه لأحد الناس السماعيل لم يتوقع بكري بينما الفقه بما أنه يصلي بالناس في الجامعة يقول لأخوه يملي تصلي بالناس يأتيون القهوة وفتحها ووجود المسائل بما أنه فقط أجيت يقول لأصافل كان الفقه المنزل يأتي ويدخل لكن لا يحلل القهوة يسدني قهوة ويسدني قهوة وهو بما يقوم بمتابعه وليس يكون موجود وكا قهوة المسائل يوجد اخوه في نيجي وقهوة في موجود ويسأل في العمل وتفقه يملي في الحالته يأتي للنس هذا ما كان المتافقين المبينتهم مازين ولكن هناك اشارة هذا الأخوة الفقه اسماعيل لا كان عليهم معه لعمهم الذي هو عبد القادر كانوا مخاصمين ومتابزين ومضاربين مية مرة ماجون ومازيان هنا واحد مرة مرات واحد صباح مصباحات الفقه عادي يصلى في جارب الناس وجاء قهوة دياله قهوة ديخوه محلق دياله مشاركين فيها فتحها ودخل وصدع لي كما قلنا كيصدعي حتى كيصود مسائل دياله وعاد كيصالي كيجيخوه كيلقى خوصة فارع لخاطر وجاء هذه اللحظة يعني بقى الضوء ما بانش مدين كيسمع بحال شي شغوهات شي ضعجي شي حاجة مهم خرجه دار وورا القهوة وورا القهوة كان واحد بحال لقلتي علقتي شي جنان او شي حاجة ومن الهي فوت جنان كيلقى ديور كيلقى واحد طريق او ديور هنا يا طلل كيبه اللي يويلو حقق مزين كيبه اللي يوحدوش اشخاص هاد جوج اشخاص ما قدرش يحددهم شكونهم في الملامك ديالهم غير كيبه اللي مغاوتين وبحالا مضاربين واحد اللحظة واحد بدك يضرب الاخر اللي حساب طرح الاخر هرب تخلع عرف بانه وكينا شي حاجة كما قلنا ما قدرش يحدد لا لي كان مضارب لا لي طعح لا لي هرب لا تشحاج غير كيبه اللي جوج تعب نادم تمام ديبزين وكيغوتو اش كيقول الله علم شكونهم والله علم نايت خلعه شكي عاية لاخوه اسماعيل عاية علي جاجري قل لي مالك اخو يا مالك قل اصحبي قل لي راقة تخدام مع اليام بي لحتك سمع الغوات تخرج لقيت واحد جوج مضاربين اما عرف سوك شكونهم مليف ذلك البلاسة مشابقوا غادين 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 كيبه ما قلنا ربق الحال مصبحش غادين 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 قل لي حتى قل لي حتى وقفوا على الجوتة وديان من الجوتة السيد اللي كان مخاصم على الاخر وضربه طاح هو والد عمهم عبد القادر قل لي هذا والد عمهم عبد القادر شكون ضربه قل لي الله وعلم انه شكتهم جوج ما عرفوش اصلا هذا والد عمي او لا قل لي عرفوش نوكين عم شون حلمو جدار ميا مشاوه الجوج اخوة مشاوه علمو جدار ميا جاو جدار ميا طلعهم اقامت بماية يلا الحال المهم طلعو جاول هذك جنان كان قرس غير الجنان القوسية طيحت بماية مية غارقو ستم ديالو ان هذك السيد يعني هذك الفقية عاود الجدار مياه شنو شاف واشنو بقع واشنو طرعه وقال لي ما قدرش نحدد الملامه ديالو في الاول اللي اقتع عايت الاخوية و جيت وباللي فالمنظر لخي بزاف هذك شي اللي كين ما زيان هناخو اكد الهضرة على الفقية اللي مناكت في محالة سيدكت مع اولادي اللي هتا جاء عندك يدقه ومخلوه جيت معاه حتى شفت السيد مية تشليك بصاف هنا النيابة العامة دخلات الخط اعطاتهم اوكي بشدهوا تحقيقات جاءت شرطة علمية جاءت فرقة شرطة قضائية او بدأوا الابحاث اذيرهم صافي جاءت شرطة علمية شرطة قضائية اشنو كيلاحظو كيلاحظو كم ما قلنا السيد مقتول وطعه الارض في اللخة على الجنان بحال هذك الناس على حساب مقال الفقية كانوا واقفين على الطرف بتاع الجنان او من الجنان ليه؟ كينا الارض صافي الارض عادية فاقضاء وما الى ذلك بحالة كانت شوية كانت كتصب وساحية هنا اشنو كيلاحظو كيلاحظو بان هذا السيد هذا هو ورام عروف لابر عرفناه بانه ورام هو ذكي عبدالقادر ولام هذا الفقه ولام اسماعيل عرفنا الهوية دياله والدوار جاء والدي جاد سوجي دياله هنا اشنو كيلاحظو كيلاحظو بانه مطعون عدة طعنات باداة هادا وطيحت مايا حاولوا لقاو شي اعتر شي ديالي شي هاجا ما لقاو شي هاجا ولكن من اللي كيفوتو جنان بحالة غادي وصلت الطريق غادي يلقاو الاتر تاع هداء بحالة شي واحد عفطات شي اعتر تاع شي واحد كان ديز من هنا وبين انه كان هو اللي كان واقف مع الضحية صفالي اهرب اهرب تجاه الديور دخلت ممي ولكن من اللي كي حقهم زيان يلقاو ذاك الاتر تاع تسباط هذا ما غاديش نشان مشاء ودار وجاي واحد الاتر اخر من جهة اخرى جاي اللي حست تلاقاو واحد النقطة في الوسط ومشاو مبادياتهم هاداك الاتر الاخر غا تكون ديالشامرة يعني حداء ديالشامرة اوليش هادا غير تخمين بينما الهداء اللول ربين ديالراش مازيان رفعوا الاتر تعد احدية رفعوا لي من الاتر بما جربوا معشي احدية لغتلقى في المستقبل لليام مازيان هزو السيد ودوه المستودع بلدي الاموات انا هايطع لأمه بواك ما قلنا جاءت الزوجة ديالو اشكاين مكاين انا زوجة ديالشنو قلت لي مسيدي انا راشلي قادرهم زوجة بها ديس قريب اخذ 4 سنين بحلمات كاك ولكن مؤخرا رأى وقع بني وبين وش صدا وش نيزا وكاد وما بقعش كيبات في الدار ولا مرة فين كيبات في الدار هاللي هاللي هادي فاش مزيان ولماذا زوجة زوجة لها من قادر العلاقة لهم كيبات هاللي حساب ما قلت لي بان سيدي رأى وقع لها نزاع معه واخوتها وكانوا مضاربين معه وقفت صفت واخوتها وهذا ما حملوش وبالتالي بحالة غضب عليها ولحق دليها هاللي هاللي هان جاءوا الوالدين للضحية له عبلا قادر سيدي اللي غاد يكون قتله هو الفقه اسماعيل وهما اللي لم يعملوش وحاقدين ديه انا نقول لكم سبب النزاع اما هو سبب النزاع قال لما سيدي هاللي الاب ديال الضحية كان هو اخو هاللي الاب الضحية هو اخو يعني هاللي العم ديال عبد القادر والعم ديال اسماعيل مع الفقه ورسو مع الباب بوسو وحد الارضية كبيرة بساف هاد الاب تاع اسماعيل مع الفقه باع كل وضرب الاخو الخاود عاد مات ما خلق الولاد واتش حاجة بينما هاد السيد هذا يعني الاب تاع ضحية ما باعش باعش حاجة قليلة يلا تعاون ولدو تعاون راسو دروا حضار زوينة صافية شهدا هما لماذا قالوا لماذا الوليد يبيع كل شي ومخل لانتش حاجة وعمح وعطاه الولدو هنا هذا العم يعني العم دي عبد قادر كان مسلف واحد الوقت واحد بارك على الفلوس الاب عبد قادر مسلف عليه ام اللي مات يعني بغي يعطاه الولادو بغي يعطاه الفقه مسماعيل لهذا عوض قال يوم في عوض أعطيكم فلوس يعني شبار كانت بناتنا أعطيكم واحد الارض لماذا أعطيهم هذه الارض اللي دارين على قهوة وهذا اسماعيل او الفقية عفوان رائع لها الدار دي الوحل الارض جات في المنطقة الزوينة هنا نعط هذا الضحية القادر قال الوليد لماذا أعطي يوم هذه الارض هذه الارض الساوية وفلوس الفلاحة جيدة جيدة وفلوس يوم يوم وفلوس أعطيهم الارض في الجبل مالك لذلك لا يوجد الأب عبدالقادر كان يريد أولاد أخوه مزيان أو أولاد أخوه مزيان لذلك لم يحاملوه لفقية مع اسماعيل وعرفوا بأن الضحية عبدالقادر يحرط الأب لكي ينزع منه هذه وإعطيهم أرض آخر في الجبل تخاصم معه وصل إلى الخصومة تلبية للعبد القادر تزوجته ومزيان ومزيان لا يمكن أنه يجب أنه يحيد الأرض وإعطيهم أرض في الجبل المهم أنه لا يحرط لأب لكي يحيد لهم الأرض ومزيان هذا هو سبب النزاع لهذا الأب للعبد القادر يقول الجدرمية بأن هؤلاء الفقية واسماعيل هؤلاء قتل هذا يقتل بأداة عدة طاعنات أو خمسة وحاجة أخرى كما تقريب الوفاد ما بين السونس هذا هو الزمن تقريب الوفاد في الصباح بطعب الحال والوقاية هذه كانت بطعب الحارة رجل عند الفقية واسماعيل هؤلاء المشابه فيهم بطعب الحارة قالوا لهم في كتفة الوقاية قالوا لهم اسماعيل نكس في الدار وقالوا لهم على البرنامج مع أخوه بأنه يقلع سبعة ونسبحة المكاك يجي القهوة ووجد كل شيء ما الذي كان يجي أنا قالوا لهم ساعة فيه يمشي وانا كنكمل خدمة هذه يعني التبود كل ناس اسماعيل بأنك كتفة الوقاية هذه في دار قالوا لهم أه أجي مراته أكدت مراته قل حضرة الرجل هو خرج إطار الشبوات مزيان مشاو عند الفقية الفقية قالوا لهم أملي صليت الفجر صليت بالناس أجي سلقها وفتحتها هاتش اللي كان ينبقى اللي حتش في ذاك المشهد وياه الفقية ما عندو يأكد حق تنجابوا الناس اللي صلى بهم الفجار وموهم وجاءوا وشافوا الفتاع القهوة ودخل لها وعارفينه هو يدير البلان هذا ديما يوميا ولكن ما عندوش يأكد واش كان هذه اللحظة تم أو لا قطر يكون مشاو صفاه لي وقال لهم أنا ادخل القهوة والله أعلم يعني هو ما عندوش داليل ينفيد تهم عليه وفي ناس وقص ما كانش داليل يأكد تهم عليه وبالتالي تهوي خرج إطار الشبوات مزيان من اللي ماشي هادوشكون يزيد على ذلك أنهم رايشدوا ليوم سوابطه ومسبرديراته ومشاول اليوهر ومقلبه على ذلك الآثر اللي يلقاه في الطريق غادي ومن بعد مقتل الضحية ماشي هو مدلعش هو أما الآثر الاخر فطلع ديال البنت من بعد وحد الخبرة جروها الشرطة ميلي الجدارمية أعرف بأن الآثر الاخر اللي يتلاقى ما الآثر اللي كان غادي من حد الضحية ومشاول مرضياتهم فوص الطريق هادوشكون ديال البنت ديال من هال البنت ما يكون هاد المرة ومش مراته 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 قلبه لها يعني اسباب إطحاس نادلها كل شيء قلبه مزيان يدقر بالغة على أقابين هادوشكون ماشي ديال أمراته وديال من الله وعلم نفس الشيء بالنسبة للأثر لان الرجل هادوشكون هادوه اللي قتله الله وعلم ما يكون الله يجب ان ترى كيف سيدي لست لتحقيقين نقولوا بمعناة السيدة الزوجة قالت له مره و مره كيف يصل مرة و مرة يذهب و من يتقذ ياه و ساعته ونرى وكنه في شخص والدي و سادة ولا يوجد عيونه نرى الجديد قال له السيدة هذا السيدة لا يوجد علاقات عبدالقادر لم يكن لديه صدقات مع الناس كان لديه شخص صعب للأقل والأكثر واحد اسمه بغدر و واحد اسمه عبدالنور هذا بغدر مع عبدالنور كانوا أصدقائه مقربين لم يكن لديه فرق أمامه ولكن للأسف هادرات عوالي بي يقولوا بأن هذا بغدر مات في واحد الظروف لي غامضة المهم صباح مات وصافي يبقى في الحال كثير من هذه القادر ويبقى في الحال لأنه الصادق وعاد أسرار كثير منه بينام عبدالنور لم يكن لديه كثير من مات وفي الأول ونالتخاص مما يجب بيناه ونبقى لديه معه مزيدة مدينة 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 كانوا دخلوا سميها و يسألوا الخدامة التي كانوا لديهم عمال يسألوا أن يتأكدوا الوالدين عبد القادر بأن كانوا لديهم أصحاب واحد سميته بادر و واحد سميته عبد النور وهذا بادر قالوا كما قال الوالدين بأنه مات في واحد دروف غامضها المهم مات توفى مشاو دفنوه و هو بقى في الحال بزيف و من ورائحة يأتي عنده عبد النور نايا و هو واحد منها سميته من نزاع و أصداع و كانوا قادي تضاربه و من ثم أبقى عنده عبد النور وهذا الشيء الذي كان وهو فين كيبات؟ كيبات في المحل نايا لا سيدي الله كاري واحد شقة نايا غير قريبة للمحل نايا و مشاولة أموالي حتوبروها جدا رميان و رفقة البوليس موالا عادي طلالك السيل موالدار يعني هو كان كريم عنده جاء فتح ليهم الباب بأمر من نياب العمى دخله و تحضر شقة عادية عادية لالواحد زوفري يعني من زوج موالدار و لم يفاتل حاجة موالدة و هذا جدا عادية عادية لأمور فيها يجب أن أصدر بشكل عادي و ما تحضر عن المال لا أصدر حاجة أخر أقلي كثير شبهات أو لا أصدر حاجة لم يجب أن أصدر حاجة مهمة المهمة أن يخرج و سوف يبدأ الزفاف قبل أن يستدعى عبد النور قبل أن يستدعى عبد النور سوف يرى تليفون الضحية سوف يقلبه و يرى آخر 24 ساعة لأن التليفون ليس لديه من الذي يجب أن يدعى تليفون و سوف يقلبه لهم um grande معي من يدعول تليفن من غير الأم الرقم يوجد ماجهول و هذا هو ندي för 12 يوم هو يوميا 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 وغير في هذه الصباح هي أفجأة تقسل عبدالقادر يعني هذا النهار الصباح ذياله ما جوي هذا الخمسة ونصف داوي هذا الرقم هذا داوي مع عبدالقادر عبر الهاتف ذياله ومع السطر العرب قد قد هذه النمرة التي تصوني عبدالقادر في بات يعني غير صونات غير صونات على واحد الرقم آخر حتى هو يعني مجهول هذا الشيء الذي توصل له جدر المياه ماذا يعني يعني دابا خاص نحن نطيحه هاجوج نوامر هاجوج أرقام الديام كما قلنا الرقم الأول الذي كان يصوني عبدالقادر هذاك مجهول دابا خاص نشوف الرقم الثاني الذي صلنات له هذا النمع المجهولة به باش غد نجيبه مول هذا الرقم الأولاني ومشاهده من حسن الحد لقد ألقاه عنده الرقم الثاني المجهولة لذلك نظر لي الذي تصوني عليه فقط غير دفيبالي ولم يوجد صلاروب في المركي ومشاهده 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 نوفل هذا النوفل هذا النوفل يحضر غير من 80 من الفيلاج ومشاهده ومشاهده يجبه ويجبه ويجبه حقا ويجبه أبو القادر ويجبه أبرو القادر ، وأبو القادر يجبه قال لي انت بديش علاقتك بأدت السلاة القادر قال لي انه ما عندي بيته قال لي هاد النمر ديالك فتوال لي الرقم اللي 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 ازفيد بباتع لي النمر المشهول الليولا قال لي مدى الرقم ديالي قال لي هاد النمر اللي صنات عيكفت توقيته ماست الله روب غير صورات مدويتي معامول ديال من شايفو لا أعرف ماذا عنه لا أعرف ماذا عنه أعرف ماذا عنه مباشرة هنا يوجد الدار الدار لم يجد أي شيء هنا هو والدين سيقول تقريبا عيش مانا و أين عيش؟ عيش في الفيلا سلمانصور كان منطقة كاملة لباس اللي عنده النفوذ و الأراضي المهم هذا المنصور حاول أنه منعهم كيف يمكنهم الدخول إلى الفيلا و أنا لم أعرف ماذا عنه المهم أن أخذوا أمر من النياب العامة و دخلوا الفيلا لأنهم الولدين سألوه قالوا أنه يعمر في ذلك الفيلا هو يعمر في ذلك الفيلا دخلوا الفيلا و أولا و أولا يجب سياف و أحد حداء منهم و أسبر ديلا بالضبط جناب ديلا باقي بحلقة غيس هنا ما يشافوها ما تفكروا الآثر يجب ضحية سابه الزهد في طوال الخبرة طلعت مطابقة هو نفسه الآثر يتلقى جنب الضحية و بالتالي أنت هو ملفعلة غير تعرف أسرلك ولكن هم باقي مسائلين اشتابه هنا أرى لي عبد النور سأجيبوه عبد النور سألوه على صديقه سألوه عبد القادر قال لي انتكتي صاحبه و انتوياه واحد السيدران مات ميته بادر و هذا اللحظة من بعد مات صاحبكم تفارقتي تتوياه عبد القادر و ادى باستماعه ما هو سبب الخلاف هنا سألوه المفاجأة من العيار التقيل ما قال ليم قال ليم عبد النور هذا عبدالر صاحبنا عزيزة لينحوثانة بقى فيها بحالي بحالة عبد القادر ولكن انا ما عندي جهد السيدة بادر في صراحة من دابة فارق عرب ما هو وقع بالضبط السيدة بادر مات موشة طبيعية قاعدة يغيج و تفاشحان من واحدة بلاتي لان بادر مات تقريبا واحد اعمالي لماذا أنا قال ليم السيدة بادر مات موشة طبيعية و انما قتلوه رحمه معروفين شكون رحمه معروفين هو منصور و الاسباع اه بو نزيد كمل و أنا سيدي بادر من المات لانه قتلوه لانه قتلوه لانه لانه ما كانش باقي يبيعه جاء عندي عبد القادر يخصمم الموشة و اللصف thành سيكون صحبنا وما قائد يمكن اقول لي انا لا قدر لأدوك الناس لأدوك اختفى غلق اختفى يا صفحه مني تفارك ما هي لانه قدرز من أن تبقيت و النحن و الحنا سيكون مثل ويبحث ويسهول ويبغي شكي بيوم ولا ربما هذا الشيء هو اللي جاب ليه انه يموت بهذه الطريقة مزيان دابة وضاحت الصغراء الرجل عندكم الصغر بامر من نياب العلماء القائل القبض هو الاتباع دياله كان نوفل وكان واحد شاب اخر لكن نوفل دابة خاص يقول لنا شنو كين نوفل من اللي زيروه جادر امي بقع كده ورف عينيه اهو يعتارف هنا سنقول جرائم في خطر واحدة لان نوفل هذا اعتارف الجريمة الليولى اعاد سنوصله الجريمة التانية نقلل ما سيدي هذا بادر هذا الصديق دياله القادر الرحمه كان ورث من عنده والديه ورث من عنده والديه واحد الاراضي وكان الاراضي جاد في واحد موقع استراتيجي جاد في موقع زوين بزاق أبغى باستمصور هذا الباترون ديالي ليس عارض علي الفلوس اعطاها فلوس كبير باستفق لي قال لي والو وش نبيع والك ارضي وارجزي وكذا ما غادي نبيع لكم متى اشي حاجة والعيوم يطنبو فيه والعيوم يزيل في تامان والعيوم ما غادي بيع ليهم متى اشي حاجة هنا منصور هذا شارت عيال وقال بأنه خاصنا نصفى وليه باش ناخد هدوك الاراضي اراضي واعرين وجود متاقة استراتيجية وبيدر عليهم مرضي بواس وماتا شنو هذا الباتر كان عنده واحد أولاد عمو ولاد عمو لا عندهم متى اشي حاجة لانهم يدور معهم وقالوا باش نرى سوف تصفيوا وليه ومقابل واحد لا تستعراتيجية وانا أعطاها معكم الاراضي لانكم ستكونوا واسينو فعلي هنو اللي ستكونوا هدوال عمو كانوا مقطعين قطعوا دورها صافي تفهم معه معه كل شي واذا نديروا دخلوا عنده واحد نار ودرسولي السم درسولي السم في ايتي شاربو توفا السيد هو منصور بحكم النفوذ وفلوس ديالو ورشا كل شي طبيب جادار منيا كل شي كل شي طمسون الميلف ورشته كل هذا العمو وباعه الارض كاملة المنصور هكذا تمت العملية هو هذا هذا القادر عرف البلان عرف بان هذا القادر لانكم اقاولي كل شي عرف بان القادر فانه وشي حاجة محتاجة مات مقتولة ماشي موتة طبيعية هذا الشي اللي خلاه انه يجياد هذا نوفل بحكم انه يتلاقي مع مصور جميع مراك يقول غاد ينشكي بك غاد يمشي عدواه المالية غاد يندير غاد ينفعل غاد ينكتب بك ويحاول انه يبدأ يكتب شكاية هلا نرد هذا المنصور وقال هذا المسخوط سيبقى وضعنا البلان لذلك نديره ونديره بحاجة صاحبه لذلك نديره لذلك نديره وكلفه واحد سيدة هذا المنصور وكلفه واحد سيدة واحد درية 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 وعرفينه انه ما عندوش مع مراته لا يوجد حسام اماها وكيدة لا يوجد جلد لا يوجد هي دخلات من هذه النقطة لذلك 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 وكذلك 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 المهم سيكون مده 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 وكذلك لا أريد لا يريد أنه السيد في السبعة وصافية لا يوجد وكذلك المنصور كانت أعطيها لها وكذلك وكذلك لم تتحدث بها لا تحتاج أحد فقط وكذلك صاحب وكذلك 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 ما هي نحن وكذلك كانت بكري وكذلك كانت وكذلك وكذلك قد وكذلك وكذلك أحضر في المدينة وكذلك وكذلك وحصلت وكذلك 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 أخذ وقفته وكذلك صاحبت وكذلك هنا هي صونات على نوفل في بات عليه الاخر مدى مجيب الاخر نوفل كان دائر معه قال لها من اللي توقفي معه صونات لي الاخر كان حاضم و لكن صونات لي غير باش تقول لي احنا رواقفين دابة صاحب دعوه تكركين ها راك ليا من اللي صونات لي جا نوفل ما جا نوفل بدك خاصة من لي اشنو كدير مع هذا البنت اشكدير مع اختيه وكادا اش من اختك اصلا هذا كعد القادر عارب لقد ان نوفل كان لدينا اختيه و أصلا تكون لبنت اختيه لقد تقديم بسيطة و كده شيء و كده معه بعد مني مهم تستملكه في الخضراء الآخر سلتات مشات في حالاتها هنا فاشل الافقيه لا تفهم من جوج أتناوشه لكنه لا يعرف شكون و لا يعرف شكو و دعمه على القادر تبدأ لي غير ما بين طلام و الدو واحد اللحظة و وأجبة الموس كان موجود وعدة قتلتهم والسلت وقفوا في نفس الطريق وكملوا طريقهم في الفيلا وفي نفس الوقت سوف يجعلوا أعطاءهم أبشوش هذا هو الوقت هنا من ورامة طارسي قديد البادر طابد نياب العام أخذت خبر أعود أو ثاني سوف أشرحوا جدا من بعد أن نبشوها نبشو القبر البادر نبشو شرحوا جدا ورقوا السيد ميت موتة مقتولة يعني كان مسموم والتالي لم يرى الطبيب الأول الذي أشر للدفن بادر لأنه كان غير طبيب دي البلدية وقال ليم هذا مات موتة طبيعية أخذ رشوه مع ذلك منصور ومشو فيها جدار ميكا كانوا يتساعدوا عناصر بلاد الوقت لم يرى حال من واحد ومشو فيها العام بادر لأنه يقتلوا ومشاعد النوفل على اعتبار أنه يقتل قادر ومشاعد منصور براسه ومشاعد منصور براسه على اعتبار أنه هو العقل المدبر على الشهده كامل فهذه الأولاد العام التي قتلوا بادر تحكموا بالمؤبد يعني الأخوة التي قتلوا بادر وهم تحكموا بالمؤبد بينما باقي المتدخلين في القادية تحكموا بين 30 و 25 القادية عبد القادر تحكموا بمدى الحياة بالسجن المؤبد البنت اللي كانت معه جابوها وطيعها طعفات بما نتبع اليها وتحكمت بعشرين عام للحبس بينما هذا العقل المدبر تحكموا بمدى الحياة السجن المؤبد هذه القادية ديالنا دياليوم كنتمنى أننا أثناء العرية ديالكم والله يرحمة لكم الولدين اللي حسن إصغاء المتابعة ودومكم في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته